شكرا جزيلا لكم على الاستضافة أكيد عبرنا عن رأينا البارحة وكل المواقع الحكومية الرسمية في العراق بدلا بالرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكل المؤسسات وإضافة إلى الردود الأفعال الدولية التي استنكرت وأدانت هذا التعدي السافر على السيادة العراقية لا يمكن أن يضع هذا التصرف إلا في خانة تهديد للأمن القوم العراقي وانتهاك واضح وصريح للسيادة العراقية ولا يتناسب حقيقة هذا الفعل مع طبيعة وعمق العلاقة العراقية الإيرانية يعني كنا دائما يعني الإيران جمهورية الإسلامية دولة جارة ومهمة وأساسية وكانت فاعلة كثيرا وقاتلت مع العراقيين وقدمت مساعدات كبيرة ولا أحد يستطيع أن ينكرها في محاربة داعش كنا نأمل أن تكون العلاقة هذه الأشياء التي حصلت والعلاقة الإيجابية أن تتطور إلى علاقات أعمق وأفضل لا أن تتصرف الجمهورية الإسلامية بتصرف منفرد يخالف كل العراف والمواثيق الدولية وفيه انتهاك صريح للسيادة العراقية نعم شوف أنا قلتها البارحة وأكررها اليوم مع قناتكم الكريمة يعني في التعاطي مع السياسة الخارجية بين الدول يعني لا توجد إلا طريقتين يا إما طريقة دبلوماسية يا إما الحرب أو استخدام القوى العسكرية إحنا الحقيقة بعد تجارب مريرة في العراق لا نملك إلا الخيار الدبلوماسي أولا دستورنا العراق الذي اتفقنا عليه جميعا ويمكن هو الدستور الوحيد بالمنطقة الذي خضى على التصويت الشعوب لم يسمح بتواجد أي قوات أو لن يسمح بأن يكون العراق منطلقا للعدوان على أي دولة مجاورة أو غير مجاورة كما لا يسمح بتواجد عناصر تهدد الأمن القومي للدول الأخرى ونحن ملتزمون بهذا المبدأ وعليه فالعراق أمام الطريق الدبلوماسي أنا من وجهة نظري الشخصية أؤمن بالحوار الثنائي لأن لا أثق بحيادية الوسطاء الدوليين يعني اليوم ما فيه بالعالم اليوم مصير دولي محايد 100% عمق العلاقة اللي بيانه الجانب الإيراني يفترض أن تتكثف الحوارات على أن نجد آلية حقيقية واضحة وصريحة أن تمنع تكرار مثل هذه الحوادث واليوم العراق لجي إلى مجلس الأمن الدولي وأيضا إيران البارحة بعثت برسالة إلى الأمين العام للممتحدة توضح له فعلتها في تجاه أربيل أنا أعتقد لو يستثمر العراق وإيران عمق العلاقة والعلاقة الطيبة بين الطرفين لإيجاد اتفاق دائم مستديم ينص على عدم انتهاك سيادة أحدهم للآخر نعم هو يكون الحل الأفضل يعني أولا الشعب العراقي شعب يناظر من أجل استعادة سيادة على أرض وسماء ومياها بعد أن استبيحت هذه السيادة باحتلال أمريكي للعراق يعني وضع العراق غير مخفي على الجميع سيدي أولا العراق تعرض إلى احتلال دمر الدولة العراقية عام 2003 لم يستطع أن يمتلك زمام الأمور إلا في نهاية 2011-31-2011 انسحبت القوات الأجنبية من العراق في ذلك الوقت ثلاث سنوات لم تكن كافية لاستعادة الجيش العراقي والقوات الأمنية لقدراتها الفعالة في حفظ الأمن الداخلي والخارجي للعراق تعرضنا لعدوان آخر اللي هو عدوان داعش قصة العراق معروفة للجميع ولكن هذا في عالم اليوم إذا تسمح لي هاي نقطة جوهرية ولكن عالم اليوم أثبت أنه لا وجود للأمن المنفرد على الأطلاق الأمن الجماعي هو الأساس تفضل تفضل يعني أنت لأيش نتوجه هذا السؤال المباشر وتريد إجابة بنعم أو لا النعم فيها تفاصيل ولا فيها تفاصيل الأفضل أن نتحدث أن على دول الجوار العراقي أن تحفظ أمن العراق وتصون سيادته لأن أي خلل في سيادة العراق وأمن العراق سيرتد وارتد سابقاً على هذه الدول هذه الرسالة البليغة التي يفترض أن نوصلها دائماً إلى دول جوار العراق أبداً أبداً وإن كانت تمتلك إيران هذه الأدلة هذا لا يبرر لها العدوان على أربيل أو على العراق نتحدث أولاً وإنتهاك سيادة العراق بهذا الشكل كان الأجدى أو الأفضل أن تقدم هذه الأدلة إلى الحكومة العراقية المركزية لتتخذ إجراءاتها يعني وكما قلت في بداية حديثي أن دستورنا العراقي لا يسمح لنا بها كذا أفعال وعليه هذه الحقيقة الحجة غير مقبولة وغير مبررة ولا تجيز هكذا فعل على الأطلاق على حد معلوماتي لا